السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد من قناة علامة استفهام. يا ريت لو اول مرة تشوف فيديو لينا تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلها بكل الفيديوهات الجديدة. ويا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك. النهاردة ان شاء الله الفيديو هيخص الطلاق بتوع مرحلة السنوية وخصوصا الصف الاول السنوي. وفيه جدول اتناشر كده وطلع اللي ده جدول مزور او فيه تعديل بعد كده. فالدكتور طارق شوئي وزير التربية والتعليم آآ والتعليم الفني استجاب لرأي الطلاب في الصف الاول السنوي. واولياء امرهم آآ في تكليف رئيس قطاع التعليم العام بعدد من المهام. اول حاجة تعديل جدول امتحانات الصف الاول السنوي بما يتضمن اداء امتحان مادة واحدة في اليوم. مع وجود فواصل مناسبة لتفادي رأس السنة الميلادية والاعياد الدينية. آآ تاني حاجة زيادة الوقت المخصص للامتحانات نظرا لحداثة التجربة. رقم تلاتة جدولة الامتحان الاول في نهاية الترم الاول. ثم جدولة الامتحان التاني بعد اجازة نصف العام. الوزير طبعا اوضح انه لا تضاف نتائج هذه الامتحانات للمجموع التراقمي لدفعة الفين وتمنتاشر الفين وتسعتاشر الحالية. وهي فيه امتحانات للترم الاول وفيه امتحانات للترم التاني. والوزير شرح مثال لكيفية احتساب المجموع واللي هو بيحدد النجاح والرسوم. آآ مسلا هندي مثال الترم الاول والترم التاني يعني الترم الاول نتخيل ان الطالب حصل على تلاتين من مية ثم درجة خمسة وستين آآ من مية في الامتحانين هنسجل الاعلى منهم اللي هي كم اللي هي خمسة وستين في المية للترم الاول. بالنسبة للترم التاني لو الطالب جاب عشرين في المية ثم درجة خمسة واربعين في الامتحانين سوف نسجل الاعلى منهما اللي هي خمسة واربعين في المية للترمي التاني. طيب. ولو عايزين نعرف المجموع الكل هنشوف متوسط الدرج طين. يعني خمسة وستين زائد خمسة واربعين على الاتنين. خمسة وستين اللي هي الترمي الاول. خمسة واربعين اللي هي الترمي التاني. هنجمحهم على بعض ونقسمهم على اتنين. هيسوي خمسة وخمسين في المية. ودي طبعا درجة نجاح. فهو بيطمن الناس وبيقول لهم ما تنزعجوش من الامتحان. وان الطلاب تركز فقط على اكتساب العلم والمعرفة. مع ملاحظة عدد فرص التحسين المتاحة في هذا النظام. لاحظ ان لو حسبنا متوسط الدرجات بدلا من الدرجة الاعلى في كل ترم لكانت النتيجة مختلفة. في هذه الحالة سيكون درجة الترم الاول سبعة واربعين ونص والتاني اتنين وتلاتين ونص يبقى المجموعة الكل اربعين في المية يبقى الطالب هيسقط. آآ الوزير اشار برضو الى ان نمازج الاسئلة الجديدة لا تحتاج وقت مثل الامتحانات القديمة ولذلك ازمنة الامتحانات اقصر عموما. وبرغم من كده برضو الوزير كلف القطاع بزيادة الازمنة حتى يتعود الطالب على النظام الجديد. وعلشان طبعا ييسر الفترة الانتقالية من الفكر القديم للفكر الجديد. وبعد ما عرفت التفاصيل اللي اعلن عنها وزير التربية والتعليم. هسيبكو بقى مع اعلان الجدول الجديد الخاص بالصف الاول الثاني. اشتركوا في القناة